أهلا بكم من جديد يعود الخلاف السياسي على شده بين حركتي فتح وحماس بشكل تضمن تراشق للاتهامات بين الطرفين بعد الخرق الأمني الذي أعلنت عنه حماس قبل أيام فبعد إعلان الحركة عن توقيف عشرة عناصر يتبعون جهاز المخابرات الفلسطيني بالضفة الغربية عادت اليوم ونشرت تفاصيل التحقيق معهم داخلية غزة أكدت أن رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج وضع خطة أمنية من ثلاث مراحل بهدف إدارة الأوضاع في القطاع بعد نهاية الحرب المراحل الثلاث كما أعلنت عنها داخلية غزة تستهدف الأمن الغذائي تحت غطاء الهلال الأحمر والأخرى تستهدف عقد تفاهمات مع العشائر والأخيرة تتعلق بالأمن الشامل مؤكدة أن المخطط كان يتضمن اتخاذ مبنى الهلال الأحمر في مستشفى القدس مقرا للقوة الأمنية بحماية جوية إسرائيلية وكالة وفاة الفلسطينية نقلا عن مسؤول فلسطيني سارعت إلى نفي اتهامات حماس معتبرة تصريحاتها بأن حملة إعلامية مسعورة واعتبر المسؤول أن حماس اليوم تحاول التغطية على معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وما تعرض له من قتل وتهجير وتجويع من رمالله ينضم إلينا مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش أهلا بك دكتور محمود يعني من جديد هذه الخلافات تتساعد ما بين حركتي فتح وحماس حماس تتحدث عن خطة أمنية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية في السيطرة على قطاع غزة مع بعد نهاية الحرب ما صحة هذه الاتهامات وإذا كانت هناك خطة ما تفاصيل هذه الخطة بسم الله الرحمن الرحيم نحن نستغرب مثل هذه الأحاديث في هذا الوقت بينما شعبنا يذبح في قطاع غزة بينما المئات يسقطون يوميا بفعل العدوان الإسرائيلي تأتي حماس لتحاول إشغال الوعي الفلسطيني بمثل هذه الترهات وبمثل هذه الخزعبلات التي من نسج خيالهم ليس أكثر نحن موجودون في قطاع غزة نعم كل الأجهزة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة المدنية وغير المدنية هذا شعبنا وهذه بلدنا ونحن موجودون فيها رغم الإنقلاب الذي قامت به حماس ورغم الإنقسام الذي أحدثته لكن شعبنا الفلسطيني شعب واحد وكل الجهات الفلسطينية والأجهزة الفلسطينية والموظفون والعاملون وحتى ضباط الأمن موجودين في قطاع غزة على مدى كل السنوات الماضية وهم يعملون لخدمة أبناء شعبهم والآن أي تحرك في قطاع غزة من جانبنا يتم في إطار أولوياتنا الوطنية أولوياتنا ما هي؟ أولوياتنا الأولى هي وقف العدوان ومواجهته والأولوي الثانية تعزيز صمود المواطنين وإمدادهم بكل طاقة البقاء والصمود بما في ذلك تحقيق ما يسمونه الأمن الغذائي لأنه رغم أن هذا الأمن الغذائي غير متوفر الآن في قطاع غزة بفعل العدوان والأولوية الثالثة هي تثبيت الناس ومنع التهجير والأولوية الرابعة هي الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية نحن موجودون ونعمل وملتحمون مع أبناء شعبنا بعض الاتهامات التي وجهت إليكم من قبل حماس كانت بأن السلطة الفلسطينية تحاول عقد تفاهمات مع العشائر في قطاع غزة لتتعلق بالأمن الشامل كما قلت لك قطاع غزة هو قطعة من الدولة الفلسطينية وهو جزء من مسؤولية القيادة الفلسطينية ومسؤولية منظمة التحرير الوضع الشاذ الذي تسببت به حماس في قطاع غزة منذ يونيو 2007 إلى الآن ليس قانونا لا يجوز خرقه هذا وضع شاذ ورغم هذا الوضع الشاذ نحن أصلا متواصلون مع أبناء شعبنا مع العشائر ومع المختير ومع القوى الشعبية ومع القوى الأهلية ومع المؤسسات الأهلية وموجودون بالفعل بممارسة مسؤولياتنا الوطنية والقانونية تجاه أبناء شعبنا على مستوى الموظفين في التعليم وفي الصحة وفي المياه وفي الكهرباء وأنت الآن معي على الهواء وعبر منصة وقناة المشهد نريد أن توضح لنا وللمشاهد ما خطة السلطة الفلسطينية كيف تنظر السلطة الفلسطينية للأوضاع في قطاع غزة ما بعد الانتهاء الحرب كيف تنظرون إلى الشكل الحكم في قطاع غزة ما بعد انتهاء هذه الحرب نحن لا نفصل مطلقا بين مستقبل قطاع غزة ومستقبل الضفة الغربية ومستقبل القدس بالتالي ما يجري على الضفة الغربية يجري على قطاع غزة وما يجري على قطاع غزة يجري على القدس هذا الإقليم الذي اعترفته الشرعية الدولية كإقليم للدولة الفلسطينية هو إقليم قانونيا واحد وسياسيا واحد ووطنيا واحد وبالتالي نحن لا نفصل بين مستقبل قطاع غزة ومستقبل الضفة الغربية هما مستقبل واحد ومستقبل الشعب الفلسطيني من الذي يجب أن يتولى إدارة هذا الإقليم هو منظم التحرير ودولة فلسطين ليس إلا جميل لكن الوضع نوعا ما دكتور محمود الوضع الآن في قطاع غزة مختلف الوضع الآن هناك استمعنا لعدة سيناريوهات حتى اللحظة لم يتم التأكد من أي سيناريو منها أن وجود قوات عربية في قطاع غزة منها وجود السلطة الفلسطينية في الحكم هناك مطالبات بعدم وجود حماس في أي سلطة قادمة لقطاع غزة الوضع مختلف في قطاع غزة كل هذا كل هذا الحديث لا مكان له الآن أو يجب أن لا يكون له مكان في الوعي الشعبي الفلسطيني الحديث الوحيد الذي يجب أن نركز عليه الآن هو الأولويات التي أشرته إليه أولوياتنا الأولى وقف العدوان لا يوجد منطق لا وطنيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا ولا دينيا أن نتكلم عن شكل الحكم وشكل الإدارة في قطاع غزة والناس يجب علينا أن نضمن حماية أبناء شعبنا نضمن وقف العدوان نضمن وقف الحرب ونضمن بقاء الناس ونضمن إغاثة المواطنين وإمدادهم بمقومات البقاء ثم بعد ذلك شعب الفلسطيني هو سيد نفسه دكتور محمود جميل هذه النقاط التي ذكرتها لكن اليوم شروط إسرائيل لوقف هذه الحرب على قطاع غزة هو انسحاب حماس بشكل كامل وأن تكون هناك سلطة معينة قوات عربية قوات دولية لتحفظ أمنها وهذا جزء من المفاوضات هذا غير صحيح وكذب هذا جزء من الأكاذيب الدعائية الإسرائيلية التي تحاول تبرير العدوان بمبررات غير واقعية وغير منطقية والحقيقة التي أقول لك بكل وضوح وصراحة إسرائيل هي التي عمدت وعملت طوال السبع عشر سنة الماضية على إبقاء حكم حماس المنفرد في قطاع غزة وكانت تسمح بمرور الأموال ستة وثلاثين مليون دولار كانت إسرائيل تنقلها بإشراف نتنياهو شخصيا وبإشراف المسادي الإسرائيلي كانت تنقل إلى قطاع غزة وتسلم لحماس معقول أنه الآن صارت إسرائيل بمدهاج حماس لا إسرائيل تريد حكم حماس في قطاع غزة صحيح أنها تريد حماس تريد حكم حماس في قطاع غزة؟ وحتى بعد غد أيضا لأن هذا هو الضمانة الوحيدة بالنسبة لهم كما يقولون أو كما يتوهمون لإبقاء الانقسام وهذا كلام مش من عندي هذا كلام قالوا نتنياهو علىنا بشكل واضح دكتور محمود إذا بتسمح لي على المقاطعة في الفترات الماضية كانت هناك جملة من المباحثات بينكم وبين حماس في روسيا وفي دول أخرى هذه المفاوضات وهذه المحادثات إلى أين وصلت؟ يعني لماذا في هذا الوقت الحرج نلاحظ كل هذه الخلافات في الوقت الذي يرى البعض أن الرهان على الوحدة تصف الفلسطينية لوقف هذه الحرب وبالتالي تحقيق الدولة الفلسطينية من افتعل هذه المناكفات الآن هو الذي أطلق الحملة الغبية التي تأتي في زمن غير مناسب وفي ظرف غير مناسب وفي وقت غير مناسب نحن لا نريد أن نشغل المواطن الفلسطيني ولا المجتمع الفلسطيني ولا حتى المجتمع العربي بمثل هذه المناكفات الغبية التي لا مبررة لها في هذه اللحظة لكن من حيث المبدأ دعنا أكون واضح وصريح معك على مدى 17 سنة ما الذي منع الوحدة الوطنية الفلسطينية ما الذي منع إنهاء الانقسام أصلا ليش صار الانقسام صار الانقسام لأنه فيه طرف يريد أن يحرر فلسطين وطرف تاني يريد أن يحرر فلسطين صار الانقسام لأنه فيه طرف مسلم وطرف كافر لا صار الانقسام لأنه حماس ارتبطت بأجندات خارجية أرادت أن تختطف جزء من إقليم الدولة الفلسطينية لتمرير أجندات ولخدمة أجندات غير فلسطينية وأقول بشكل واضح هناك فرق كبير بين من يخدم القضية الفلسطينية ومن يستخدم القضية الفلسطينية هذا الاستخدام البشع للقضية الفلسطينية والدماء الفلسطينية في سوق النخاسة السياسية وفي سوق المصالح السياسية الضيقة الرخيصة آل الأوان أن ينكشف أمام شعبنا وأنا أقول لك بشكل واضح لا شعبنا يمتلك من الوعي والإدراك ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين وبين من هو يريد أن يخدم فلسطين ومن يريد أن يستخدم فلسطين لأجنداته وأغراضه الخاصة واضح شكرا لك من رام الله مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود هباش على جميع هذه التفاصيل والقراءات